Weight Adjustment Ramp أو رمبة سمعي رمبة بالعربية نفس سمعي رمبة بالعربية نفسها وبناء على حركة هذه الموضوع سأحدد الموضوع سمعي رمبة بالعربية سمعي رمبة بالفورمولية مثلاً تابلت البراستامول 500 مليغرام وزن 700 مليغرام سمعي رمبة بالعربية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 صوتها عالي والvibration مالتها عالي فهو فاتقى بالكل شيء للمشين نفسها ينطيها استقرار pre-compression رنبط غير ونتطيها ضربة يهيئة للmain compression ruler اللي هو two ruler كل شيء قال يهيئة للتابلت بين two punches بعدها هنا الإجيكشين كامل مثل السكية صعدين للور punch والسكية تحكم بها طبعا صعود ونزول حتى توصل للسيرفس شغلنا قبل أن أبدأ بي شغلنا العملي وهي أكملت آخر سلايدين preparation tablet batch of paracetamol الفورمولة هي هاي الفورمولة بين يدينا أول شيء paracetamol قبل 250 ميلي جرام 250 ميلي جرام هذا شنعتبره active ingredient الفلر اللي حتى يوصل لي وزن الحباية اللي أريده 102 ميلي جرام 102 ميلي جرام هذا شنو الفلر استخدمته lactose رخيص وحلو compressibility ما تلعطي فيه أوكي البايندر اكيجي أحضر منه ميوسيلج تركيز 20% الماء starch mine الماء 142 20 20 142 8 150 150 400 ميلي جرام وزن الفورمولة كلها 400 ميلي جرام كل واحد ددايا مورقة يكتب لي 400 ميلي جرام وزن الفورمولة بالورقة في الصفحة كتبتوها عفيا حبابي جيد اللي راح نستخدم اليوم اسمنا فينا مباراستامل الاكترز اكيجيا مايس دبل كون ميكسر سيف مورتران بستر المنو فالكون كال فلس بيكر بلندر بلندر سلندر وحا مشي السنجل بونش تابلت مشين أباكم ما أقول إذا مشي بلاستيك باك ما أقول للبروسيجور شو حا حنسوي بروسيجور وعينك كل وزن تشكتها يحتاج كون طلع الوزن هاي فورمولا هذاني بالتابلت الوحدة هاني هنا شكت قاعد شكتها حضر حضر خمسين تابلت فتضرب كل وزن هنا كل واحد شكت تضربها في خمسين هاي مئتين و خمسين في خمسين هالهج كل سابق يضربها في خمسين ويحدد الأوزان اللي يحتاجها ويروح يوزنهم بالميدان اوكي الأكيجي مزلج ديسولد انواتر 20 بالمئة وإدفا يعني مثلا انت حسا هناش قد عندك أكيجي أكيجي 20 ميلي جرام في خمسين نعين يعني نحن نحن نعني تحضر 50 تابلت انت تحضر 50 تابلت هاي فرمولة إذا عدنا واحد جرام تأخذ مية على عشرين. اوكي؟ وتخليها سليسي وارم. سكرين براستامول والاكترز وستاتو بريكلام. ميكس. نسوي الميكسينج لي 15 دقيقة. بعدين نخلي الأكيجين يوصلي. وهي حركة مستمرة بالمرتب بسطول. لاحظ ما أخذ وراها أرسل تشيك بول تيست. شنو تشيك بول أو تشيك باي بول تيست؟ هذه أنه أخذ منها كتلة أو ماس. أو أخذ الماس كلها. كنت تترك لا تنزل جوس من عصرها. لا تنزل أصار الواتر مالتها. ومنها تتركها لا ترجع تتفتت. لا تتقبقى بول مثل ما هي. ومن أجل أكثر هالبول ألقى عشر إبس. هالمأسر التي طلعت عندي. ننسوها سيفي حتى نحدد شكل جرانيوز. بعدين ننسوها دراينج. والدراينج نأخذها للتابلت ماشين. ننشيه من نصف الثاني من دسنتقرات. أخذ، ننشيه من نصف الثاني من دسنتقرات. واحد نصف الثاني وبعدين ننشيه من التابلت ماشين. نحن. الكالكوليتي التي نحتاجها. مرة أسطل. ما قد تشمل أوزنها بالواحدة؟ 250. هناك 50 تابلت ماشين. الإلكتوس. 102. هناك 50 نكتبها. اكي اجي عشرين فيه خمسين قلناها قبل شوية تارت مايز اربع مليغرام فيه خمسين الماغنيسيوم استيارت كان اربع مليغرام فيه خمسين والتارك اربع مليغرام فيه خمسين نكتبها اول شي راح نكتب مكملت الفورمولا وصارت عندنا راح ناخد وزن واحد مول لا حجم واحد مليغرام فيه خمسين ماذا بكم؟ ماذا فائدة هذه؟ حتى طلع البلغ دينسيتي لليغرانيوز انسولي البالدر ماليد البالدر ماذا استفاد من البلغ دينسيتي؟ يعني انا من وزنة واحد مول من البلغرانيوز الضغط العتلي ماذا استفاد؟ الدينسيتي تساويت على بوليو فبالتالي وزن الحباية لماذا كانت وزن الحباية؟ نفتح الاسبيكرا عليكم؟ ماذا كانت وزن الحباية؟ ماذا كانت وزن الحباية؟ عافية محمد عافية فاطمه عافية بالصباق غادو 400 عاشت ايدك حسين عدل اوف 400 مضبوط وزنها كان 400 زيان وعندك الدنسيتيش حددت حددت الفوليوم عاشت ايدك الدنسيتي تساويت على فوليوم ومن عدا حددت الفوليوم زيان انا من حددت الفوليوم مش راح استفاد استفاد انه الفوليوم تساوي مساحة القاعدة في الارتفاع مساحة القاعدة هو الداي الحديد اللي ابد ما يتبلدت اللي يخلي اذا كان دائرة رباشر راح تشتغلون على دائرة قطرها سنتيمتر مربع فنصف القطر تربيع نصف سنتيمتر تربيع في باي تمثل مساحة القاعدة من راح يطلع عنا؟ يطلع عنا الارتفاع بناء على الارتفاع راح تحددوه بالمشين انتو تخلوه مثل المسطرة او قلم درجة حددوه بالمشين الارتفاع اللي يطلع لكم من هاي المعادلة اللي انتو سويتو بايديكم فبالتالي وزن الحبايش قد راح يكون كل مرة صار لها فولينك بناء على هالهاي 400 هال 400 شنو دي هديها برع الثالات 250 ميلي ترام بيها الاكتوزات اللي هي فلق وبيها الستعج وبيها 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 حددنا وزن التابلت من خلال البوليوم شون اللي يخكم التابلت البوليوم والوزن؟ الديانسيتي واضحة؟ واضحة؟ شكلها واضحة زين من نيجي يطلع عنا الفاينال بروتكت شنسوي ببداية؟ او او شنسوي نطلع صورة وننزب الانستجرام هاي ضرورية وراء هنتشيكي الافيرانس مالتي شكلها بيكرراك بيكسر بيفتر بهذه لأن كل واحدة إنها مشاكل كله لازم نحكيها بالديسكوشن بعدين راح نوزينهم كلهم الحبايات واحد اتنين ثلاثة ااربعة خمس اتسبعة 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 عشر راح عشر حبايات إوزينهم هطلع المين؟ اش قد شان المين؟ و كم حباية هي منهم الواحد اثنين ثلاثة اربعة طلعت من المين زائد ناقص خمسة بالمينة يعني طالبا وزن الحباية لابد من يكون اربعمية جيدا طالبا طلع لكم انتم اربعمية وخمسة المين كم حباية طلعت اربعمية وخمسة في خمسة بالمية او طلعتنا وزن من يديش صعبها عليكم طلعتكم المين ويت طلعتوا انتم ناس يابانين بالشغل المين ويت طلعت اربعمية او طلعت اربعمية او طلعت اربعمية او طلعت 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 او طل اي حباية تعبر المين بلاس ماينس خمسة بالمية تنرفض اوكي ان شاء الله كلهم لا واحدة عدتكم تنرفض كل من الانزان راح تكون مذندمين وكلهم قريبات من الاربعمية مبدئين انا شكون جزيلا يسعدني انه اسمع اسئلتكم اكو نقطة ثانية اخواتها ثلاثمائة ماني سوري من ثلاثمائة طاش عشر تيلة مصطفى اي صح حسين عزيز مدلول ق 애ثب اعيدل لنقطة تانية يلون قطة ثانية من هنانزان ماين كان فاتح صلسكري نا استمعنا صوتك وقلنناش ما نريد العيد سين، ما نريد العيد الملاكو الملاكو اون سوف تحضر الأكيجيا من السلج الأكيجيا كما تذكروا العلك العربية الأرابيكا غام أكيجيا غام ألج بستيج هل يجب أن يتحضر بمي ما هي التركيزة يجب أن يتحضر بمي من تركيزة 20% سوف تحضر الأكيجيا سوف تحضر الأكيجيا كل حباية يجب أن تحضر 20 ميلي جرام إذا أنت لديك 50 حباية سوف تشتغل يعني كلها تضرب 20 في 50 فبالتالي يطلع لك 1 جرام لماذا تكون ساعدة أقول ألف وأتراجع يطلع لك 1 جرام زين إذا هو 20 بالمية يعني 20 جرام لازم تذوبها 100 مم 1 جرام ماذا سوف تذوبها؟ سوف تذوبها 5 مم 100 على 20 تركيز يجب أن يكون 20 بالمية فإذا 20 جرام سوف تذوبها 100 مم إذا أنت عندك كل اللي سوف تشتغلها 1 جرام ماذا سوف تذوبها؟ المية تفصيل 20 5 مم سوف تذوبها 5 مم وظهراء على أكثر سوف تحضر لنا الميوسيج نحن نشتغل الصباح ونفعلها بعدين نضي هذه المنزل ونفعل وضح حسين من وراك 20 في 50 مم ما أفضل من بعد عنده سؤال؟ سؤال استفسار سؤال وان طلعتنا هنا نحن هنا لغرانيوس هذه السؤال مريم وعيد الحسابات أنا من فضل إعادة الحسابات لا أعرف دائما أحب عيد الحسابات من طلعتنا هنا ليغرانيوس وكملناه. رحنا وكذناه كرافل لتحرق البلدنسيتي. يعني شو طلع البلدنسيتي؟ طلع البلدنسيتي اما توزن واحد مل لانه دنسيتي تسويت على فوليوم. فإذا فوليوم واحد توزن واحد مل ايش قد تطلع وزنها؟ سجل اهو على الدنسيتي. او تاخذ حجم عندك الكاتير الكاتيرية او تاخذ حجم اسهلك. او اخذ حجم واحد ايش قد تسويت على فوليوم. الواحد ايش قد تاخذ فوليوم ستطلع الدنسيتي. كل الطرق اللي تعدى الاروما. حسنا اوكي اونا طلعت الدنسيتي هسا اللي يقوم بها من عندك. شراح استفاد منها فقلت تعالي. المشين مالتك انت ما رح تضبطها ما بيها ميزان. انت رح تضبط لها هذا الباتش اللي رح تشتغله مع الخمسين تابلت بنان على فوليوم. شنو اللي يربط الفوليوم بالويت. هو الدنسيتي. زملائنا كلهم اصباعوا ستجدوا لياها بالوطقة 400 مليو جران. من جدت الاربعمية؟ قلت لك يا بهم ما هي فورمولة بطاناياها بالبداية؟ اول ما حجر الرجال فورمولة اللي بيها هاي 250 و122 و244 و248 و122 بزقصار 110. و20 و20 هذا اني 40. 150. 150. 150. 250. 400. اوكي عشتيدك هذا وضع 400 مليو جران هنا. زين ما استفاد؟ اطلع الفوليوم اللي احتاجي. وطلعت الفوليوم. خلني نقول 400 فرضا. 400 مليو جرام هنا تريد مني فوليوم 600 مول فرضا. خدنا هنا 600. زين. الفوليوم شي سوي؟ مساحة القاعدة بالارتفاع. مساحة القاعدة قدامي حديدة وقدام عيني. لا تتغير ولا تتحدى كلش. اللي هو اللي عندنا باتر بالمختبر. عبارة عن دائي دائري قطرة سنتيمتر واحد. عشرة مليو. او. مساحة الدائرة نصف القطر تربيع بالنسبة الثابتة. احنا قلنا سنتيمتر واحد يعني نصف سنتيمتر. تربيع في ثلاثة واحد اربعة اللي هي فايف. يطلع لي مساحة القاعدة. والفوليوم عندي. ش راح يطلع لي؟ طلع لي الارتفاع. هالارتفاع شا سوي بي؟ آخر سنتيمتر مليو. ها؟ نعم. واللور فونش راح اتحكم بي حتى يوصل هالارتفاع. اذا طلعت لي هنا مثلا 2 سنتيمتر. اخلي الارتفاع. يا با يا بسيتنج مالتي بالماشين. يا با يا ماشين. من يجيكي الفيدر. تريدين نسوي الفيدنج؟ خلي ينزل الارتفاع 2 سنتيمتر. اذا طلعت لي واحد بوينت ثمانية سبعة. يا با يا لور بونش. من يجيكي الفيدر حتى يسوي الفيدنج؟ انزلي واحد بوينت ثمانية سنتيمتر. ومنعدها قفرنا الماشين مالتنا وبلشنا بالكونشن على بركة الله. اوكي وابحة. بعد من عنده سؤال؟ راح واحد من ادنج. بصلنا الارتفاع بوين. من عنده سؤال بعد؟ الفيلر هي مواد نضيفها حتى التابلت يوصل للوزن المريضة. ضربنا لكم مثل مثلا بالديجوكسين. ديجوكسين جرعة ماتة ربع ميلي جرام. منطقة يصوي تابلت وزنها ربع ميلي جرام؟ احتاج الشيء بوصلني للوزن اللي اقدر اتعامل بي. اوكي؟ فشنو راح استخدمه؟ استخدم الفيلر. الفيلر عادة تكون بيلي جود بكونفرسيبوليتي. وهم شيء عند الشركات يكون وانتوكسيك وانفرسيبوليتي. وما اظهام الاحيان راح تشوفوا الاكترس. مراكس تارتش. كل اكوة فيلر هو ديس انتغران. بس الستارتش بمشكلة بمشكلة بورو فلاوبولتي. نعم مثل البقية. ها ستجع وارح فيلر. الفيلر هو نفس ديليو انت راح تشوفو. نعم مثل مو ياما فيلر ياما ديليو انت. مو فيلر مع تجميل ترواكم. عشي تيدياكم. انا بالنسبة لي خلصت. اذا لم احد عندها سؤال تقولون توقعون شكرا جزيلا. وها ساعة كامل اخذت منكم فقير. احنا مختبرنا مختبر صناعي نفسه بالتابلوت ماشين. عشانو باي حسين مدعفك. مندبه تشوفت بيك. نفس هذا المختبر اللي اخذنا. جماعة السبعة وغايدية ويدكتورة ريج راح يرحوني مختبر العقاقية الخطاية. هجرة للحبشة. مختبرنا يا بخافة لك السؤال خافة. مختبرنا الصناعية. هو تذكر وهنا تابلت ماشين لا تنشال الا برافعة. اشي صاعد لي احطوك. فاحنا هنروح له. هو فرعنا به مختبر واحد. ها المختبر اللي احطوك بالفرع الجميل. اللي اخذتو بيه العام لانتوا بايا فارماسي. نفس. ما احد عدا سؤال بعض. هلا حقا طلع قبل اسرهم بالعشرين. انتهى. احب الحضور هو. يا الله عاشتي باكم. شكرا جزيلا. شكرا لوقاتكم. شكرا تحملتوني. مع السلام. وعلى قول تفسين عزيز من دوباي.